لو عندك سوادي السنين في البشرة عندك تسبغات عنيدة عندك كلف عندك نمش عندك بقع السنين مهما كان عمرك 60 و 70 سنة عتظاري وهتبقي 20 سنة من الوصفة الجميلة دي البطاطس والقهوة صلي عنابي في الكومنتات ولي بتتبعوني من اي بلد وشير الفيديو لصحابك علشان يستفدوا زيك اول حاجة هجيب معايا بطاطس هاخد منها حتة صغيرة الاول هنقطع الحتة اللي هي في البوز في الاول دي البطاطس غانية بالنشا مليانة بالفيتامينات اللي بتوحد لون البشرة بتشيل التسبغات بتشيل البقع بتشيل الكلف بتسلخ التسبغات سلخ بجدة حلوة جدا 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 شايفين المية بتاعت البطاطس حاجة كده ربانية بجدة حلوة اوي هاركن الحتة اللي احنا قطعوناها دي على جنب وهبدأ ابشر هنا معلقتين من البطاطس معلقتين اتنين مش اكتر فهنا هبدأ ان انا ابشر البطاطس بتاعتي وزي ما قلنا البطاطس غانية بالنشا بجدة خطيرة يا بنات تحفة تحفة في توحيد لون بشرتك هنا انا مش ياخد اكتر من معلقتين تمام معلقتين بالزبط زي ما انتو شايفين كده معلقتين من البطاطس وطبعا تكوني غاسلة البطاطسية من بره الاول ومنشفها كويس ومستخدمها تمام هنزل بقى كل البشر بتاع اللي انتو شايفينه ده هم بالزبط معلقتين كبار هنركن بقى البشر ده دقيقة كده على ما نعمل الوصفة الاولى عشان نجهزها هبدأ ان انا اجيب معايا كيس بيكينج بودر اللي هي الخميرة بتاعت الحلويات البيكينج بودر هاخد كده منها حوالي معلقة تمام معلقة كده صغيرة من البيكينج بودر وهضيف عليها معلقة من القهوة قهوة غمقة قهوة فتحة اي نوع قهوة عندك متاح استخدمي تمام وهبدأ ان انا اقلب الخليط البودر ده كده مع بعض لحد ما دخل بس القهوة مع المكونات كده ويبدأوا كده يبقوا ايه بودرة كويسة زي ما انتو شايفة كده متخلطة كويس تمام اجيب عليها عصير لمون حوالي معلقة من العصير اللمون تمام البيكينج بودر بيفور الغمقان والسواد العنيد القهوة بيفتح التسبغات والكلف والنمش اللمون مليان بالفيتامين سي اللي بيقضي على التسبغات البشرة وكمان بيخلي جلدي كده موحد اللون حلوة قوي 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 هبدأ اقلب كل الخليط ده زي ما انتو شايفين لحدا ما يعمل معايا الفوم اللي انتو شايفينه ده شايفين وهبدأ اضيف كتعة البطاطس اللي احنا كنا مقطعينها عليها بالشكل ده وهركينها تتخمر مع بعضها ودي خطوة مهمة جدا تفاعل المية بتاعة البطاطس بالنشا في الخليط بتاعي كده هيتفاعل مع بعضه هركينها لحدا ما نعمل الوصفة التانية يكون هي تفاعلت مع نفسها كده وبقت مظبوطة هنركينها بقى كده على جم ونجيب اشر البطاطس اللي احنا بشرناه تمام هجيب معايا برات لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تصليه على النبي وعملي احلى لايك زيه هبدأ ان انا افضل خليط بتاعي زي ما انتو شايفة كده تمام كده بدأ نضيف عليها معلقة صغيرة مليانة من النشا النشا العادي اللي هو البودر بتاعنا اللي هو ده معلقة كده صغيرة بس تكون مليانة تمام وهضيف عليها معلقة من القهوة برضو زي ما قلت لكم قهوة فتحة قهوة غمقى مش هتفرق اللي اتنين واحد وناتجتهم احلى بس انا بفضل من نسبيلي ان ليهي القهوة الغمقى بتبقى نتجتها اقوى شوية هضيف حوالي معلقة لربع او معلقة ممسوحة من القهوة تمام طبعا المعلقة بتفرق المعلقة عندي مثلا اكبر المعلقة عندك اصغر الكمية حسب معيار المعلقة وهبدأ ان انا اضيف عليهم كباية مياه بس هقلبهم تقليبة الاول ادخل كل المكونات كده معي في اشر البطنس هضيف عليهم كباية مياه صغيرة بس وهقلبهم بقى تقليبة كده علشان النشا ما يكتلش معي وهرفحهم على النور لحد ما يوصلوا معي القوام الكريمي اللي انتو شايفينه ده هبدأ بقى احطها في اي حاجة واسعة وهبدأ ان انا اضربها بالهاند بلندر او ممكن تضربها في الخلاط براحتك حالس شايفين اشر البطاطس معي استوى وكل المكونات بقت مستوية كده ودخلت في بعضها هبدأ بقى ان انا اطحانها انا عايزها تبقى نعمة علشان تتفرد على البشرة بكل سهولة وكمان النتيجة بتاعتها بتبقى اقوى دخلت كل المكونات في بعضها فهنا هبدأ ان انا اطحانها شوية زي ما انتو شايفين كده انا نعمتها خالص هي طبعا لو خفيفة منك هي كده كده معا لما بتبرد هتبدأ تبقى تقيلة ومستوية كويس يعني هي بس المشكلة ان احنا عشان ضربينها سخنة خالص هي لسه خفيفة لكن هي هتتقل مع الوقت يعني لسه هسيبها تبرد كمان شوية هي بصوا لسه سخنة خالص يعني شايفين الدخان سخنة جدا لسه فهركن بقى الامر ده كده على جن خلاص ده خلاص خلص كده بس هنركنه على جن بيبرد ونعمل اول حاجة في الاستخدام السكراب او المؤشر اللي هيقضى على جمقان السنين وسواد السنين هجيب بقى الكطع بتاعة البطاطس بعد ما تخمرت لو شايفين الفقعات في قشرة البطاطس وبصوا خاليط عامل ازاي بابدأ اخد حتة كده ويعملي بقى منطقة الاندر ارم منطقة البكيني الركب الكوع الويش بصوا اي مكان بس لو عندك حساسية ممنوع تحطيها على وشك لو عندك حساسية من البكينج بودر ممنوع تحطيها على وشك تستخدمها لجسمك عادي جدا انما الوش ماينفعش عشان البكينج بودر حامل شوية فهبدأ اعمل حركات دائرية كده عملية فرق زي ما انتوا شايفين في المنطق الغمقى لمدة خمس دقيق بالطريقة اللي انت شايفها دي خد من الطبق كده وابدأ اعملي عملية الفرق دي دي بتنشط الدورة الدموية وبتنشط البشرة وكمان بتفتح البشرة جدا وبتعمل معاك سكراب بيشيل كل الجلد الميت وبيبحد لون البشرة زي ما انتوا شايفين كده بصوا جميلة 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 تمام كده لمدة خمس دقيق وبعد كده بدأي شيلي المسك خالص اخسليه زي ما انتوا شايفين وتعالوا بقى نعمل المسك التاني حبيباتها خاطرة بصوا جميلة جدا هروح اخسل ايدي وارجع وريكو بقى القمر التاني بصراحة حلو قوي حبيت اوريكو بعد مغسلت ايديا بالسكراب بصوا شكلها عامل ازاي نعمة جدا جدا ما فيهاش ولا اشرج ولا جلد ميت وكمان شكلها جميل قوي وموحد اللون عملت الايد دي والايد التانية لأ طبعا بصوا في فرق شاسع ان التانية نشفة وجفة وكمان مش رطبة ولا فيها نعومة كده وكمان فيها غمقان شوية تعالوا بقى نعمل الكريم اللي هو المسك بتاعنا الامر ده بفرده على كامل البشرة وبعد كده بسيبه على بشتي من ربع ساعة نص ساعة يجف تماما وبعد كده ببدأ اخسله بجد ده تحفة كمان ريحته حلو قوي وسهل جدا 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 شايفين امر 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 ما تنسيش وقت تعمليلي احلى لايك وصلى عنه في الكومنتات وما تنسيش تقول لي بتتابعوني من اي بلد وما تنسيش تعملي احلى لايك زيك وبي ترجمة نانسي قنقر